في للا تفقده أعمال التطوير الشامل بهضبط المقتم الرئيس السيسي وجهه بإقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لشباب الوكالة الذرية تعلن عن زيارة رئيسها لأوكرانيا الأسبوع المقبل لنشر مراقبين في جميع مرافق الطاقة النووية في أوكرانيا بايدن يستقبل كيشيدا في البيت الأبيض ويؤكد دعم الولايات المتحدة لليابان في المجال الدفاعية الثاسع مساء بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير الشامل بهضبط المقتم وخلال تفقده أعمال التطوير شدد الرئيس السيسي على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توثر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبط المقتم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق بهدف تقديم الدعم الغدائي لنحو خمسة ملايين أسرى على مدار العام وعضح التحالف في بيان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال تحقيق الأمن الغدائي للأسر المستهدفة حيث تم تقطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات ثلاثة وعشر التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني هو توزيع كاراتين المواد الغدائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم عشرين ثلاثة وعشرين عشرين أربعة وعشرين واشدد المركز على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية مناشدا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق ورأي تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وصلت وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كل نواحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والمقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لتوفير كافة السلع الغدائية وغير الغدائية بأسعار مخفضة عن متلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وفي ذات السياق قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارة منظومة أمان التابع للوزارة محملة بكمية إضافية من السلع الغدائية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن متلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تواصل الوزارة فعاليات المرحلة السالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفضات انتصر نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري الأسعار ببرة بتخلينا ندور على المبادرة نشتري من مبادرة احنا نتمنى الأسعار تتقف في كل حتة أسعار واحدة وهو رئيس عايز كده أساسي دارة الداخلية قائمة موجود كبير يعني جبار يعني ودي حاجات يعني خارج اخصاصة لكن هي بتحاول نتوقف ضد الناس اللي بتلعبوا بالسوق بالأسعار لأ دي حاجة كويسة جدا واحنا بنشجعهم على حاجة زيكا لأن احنا المستفيدين في حاجة زيكا كل السلاء متوفرة زيت وسكر ورز وكل حاجة وأسعارك وعيسة جدا أتمنى تكون موجودة في كل حتة مش بس في السوبر مارك رئيس ربنا يبرك العامل كل حاجة حلوة وكل حاجة موجودة ما فيش حاجة مقصة تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفضات المعلن عنها حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة عندنا كل السلع الأسسية بكميات كبيرة ومتوقفنا كلها كل الكميات من الشاي ونرز وسكر المقنونة بتخفضات كبيرة جدا طبعا مبادرة زي دي بتبين أن أدي الرئيس بيحس بنا وأدي أنه هو واقف مع الشعب بتاعه وأدي أنه هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الإمكان على قدر المستطاع الملتجات الاستراتيجية زي الزيت والسكر والرز بنشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية أن هي بتشرف على المبادرة دي وإحنا بنشكر السيد الرئيس على الأسعار الجميلة اللي هو مقدم عنا ومصر بخير الحمد لله إلى جانب السلاسل التجارية أقامت وزارة الداخلية بالتنسوق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفضات المعلنة عنها مصر التبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف أن مصر وتشارك منظومة آمان في مبادرة كلنا واحد بتخفضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها السابتة والمتحركة والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت منظومة آمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفضات كبيرة أشهد بها المواطنون على مستوى الجمهورية مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف أن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعبه وقياده وصوله حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس يعني حسابي الرز مدعم بـ 13 جنيه في مبادرة الرئيس ربنا يخليك لنا رئيس تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تحرص وزالة الداخلية في كافة مراحلها على أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من أجل دعم ومساندة الأسر المصرية في الظل المتغيرات الاقتصادية الحالية عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية مونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 386 قضية من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 804 أطن شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية إدراك أن الوصول للتاقة لكافة الدول والتحول في التاقة لن يتحقق دون ضمان التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا للدول النامية منوها بإطلاق مصر للمنتدى العالمي للهايدروجين المتجدد خلال مؤتمر المناخ وخلال كلماته في الاجتماع الوزري لمؤتمر صوب الجنوب تحت رئاسة الهندية لمجموعة العشرين أكد شكري ضرورة تبني نهج شامل تعامل مع مختلف تحديات مشيرا إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب لتحديات التي تواجهها دول الجنوب معربا عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل للتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في برلين صرح شولتس بأن المباحثات تناولت إمكانية شحن الغاز محتملة لألمانيا وأتم الاتفاق على البقاء أعلى اتصال وثيق بهذا الشأن ألمانيا قامت بدعم العراق في الأعوام الآخرة لسيما ليتمكن العراق من تحقيق الاستقرار بعد الفضائع التي ارتكبتها داعش العراق قد يكون طبعا لنا طبعا نتمناه كثيرا فيما يتعلق بالغاز والبترول ولكن بغض النظر عن هذه القرارات نريد أن نحرس أنه هنا في ألمانيا وفي العالم أن نتمكن أيضا من استخدام الهيدروجين من جانبها أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمينز الألمانية لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء العراقي قدرة الأجهزة الأمنية على ردع الإرهاب وعدم الحاجة لقوات من التحالف الدولية وهو موجود الآن وهو فريق للاستشارة هذا الاجتماع الذي سوف يؤسس لعلاقة وشراكة استراتيجية بين العراق وألمانيا كانت هذه العلاقة على مدى التاريخ علاقة متميزة وشهدت دعم واضح من ألمانيا للعملية الديمقراطية في العراق فضلا عن الدعم العسكري والأمني أثناء الحرب على داعش أيضا وجود الفريق الاستشاري التدريبي والذي يعمل مع القوات الأمنية العراقية كل ذلك محط تقدير وتنام ولا ننسى الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته ألمانيا وخصوصا في المحافظات والمناطق المحررة أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتزام مديرها العام رفييل جروسي زيارة أوكرانيا الأسبوع المقبل فأشارت الوكالة إلى استهداف جروسي نشر اثنين أو ثلاثة من المراقبين في كل المحطات الذرية الأوكرانية وهي جنوب أوكرانيا وروفنو وخميل نيتازكي مشيرة إلى أنه من المخطط أيضا إرسالوا الخبراء إلى محطة تشارنوبل الذرية التي تم إقافها عن العمل في أعقاب الكارثة في عام 1986 شدد رئيس روسي فلادمير بوتين على ضرورة حماية سكان مناطق دينابرو أنزل بخروفيا في الملاحة الجنائية من أوكرانيا لأسباب سياسية كما شدد بوتين وفقا لوسائل إعلام روسي رسمي على ضرورة النظر في مقترحات حول تطبيق المسؤولية الجنائية على الأشخاص الذين يتعاملون بتمييز ضد الروس الذين يعيشون في الخارجة كما وجه الحكومة والهيئات في روسيا باتخاذ التدبير اللازمة لتزويد المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالأدوية لمعالجة مختلف أنواع العدوى أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار الأوكرانية وفي رد على تصريحات روسيا أعلن وزير الدفاع الأوكرانية أن الوضع في سوليدار صعب للغاية لكنه ما زال تحت السيطرة مدينة سوليدار قطعة شطرنج جديدة على رقعة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو 11 شهرا على بدء الأزمة المواجهة في المدينة ما زالت مشتعلة وما بين محاولات سيطرة واستماتة دفاعية يقف العالم مترقبا لما ستسفر عنه المواجهة في هذه المنطقة المهمة أحدث الإعلانات الرسمية بشأن المدينة الأوكرانية جاء على رسان وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت سيطرة موسكو على سوليدار مشيرة إلى أن تلك السيطرة ستسمح لقواتها بقطع تقدم القوات الأوكرانية إلى بلدة بخموت القريبة والأكبر بكثير ففي هذا الإطار تتمسك موسكو بتحقيق النصر هناك بأي ثمن ووفقا لتصريحات مختلف المسؤولين الروس فإن سقوط سوليدار يعني بالنسبة للجانب الروسي تحقيق نجاحات استراتيجية في التقدم نحو مدينة بخموت المهمة التي تقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات باتجاه الجنوب الشرقي وهو ما يعني أن السيطرة على المدينة سيمنح الروس إمكانية شن القصف المدفعي على بخموت بشكل ناجح في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينسكي أن قوات بلاده في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة مشيدا بثبات قواته في المواجهة أما مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك فقد وصف في وقت سابق المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على مدينتي سوليدار وباخموت في شرقي أوكرانيا بأنها الأكثر دموية منذ بداية الأزمة وما بين تصريحات هؤلاء وأولئك فصل جديد من فصول الأزمة الأوكرانية الروسية التي ما زالت تلقي بظلالها على العالم بأسره أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت 16 تغارة على مجموعات تمركز للقوات الروسية وخمس دربات أخرى على مواقع مدادة للطائرات وأنظمة صواريخ تابعة للجيش الروسية خلال 24 ساعة ومن جهة أخرى أعلن رئيس الإدارة العسكرية لأقليم دينابرو بيتروفيسك بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت منطقة ميكوبول تابعة لأقليم بالقزائف والمدفعية الثقيلة معضحا أن القوات الروسية أطلقت نيران المدفعية الثقيلة على المنطقة وعانت بلدة إقليمية من سقوط 12 قذيفة معادية دون وقوع إصابات قال رئيس الإدارة ثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك أن تدريبات المشتركة بين روسيا وبلاروسيا دفاعية بطبيعتها وتهدف إلى رضع الخصوم المحتملين عن التصعيد والاستفزازات وأشار إلى أنه في ظل الوضع العسكري والسياسي الحالي تم نشر وحدات إضافية من خلال مجموعة من القوات الإقليمية الروسية البلاروسية المشتركة على الأراضي البلاروسية منذ أكتوبر الماضي أعلن وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لكورنيو أن بلاده ستدعم أوكرانيا بدبابات من تراز AMX-10RC في غضون الشهرين وأعرب في بيان عقب إجرائه محادثات مع نظيره الأوكراني عن أمله في أن يتم تسليم الدبابات بحلول مارس المقبل مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا بشكل عام في أزمتها ضد روسيا وكان الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي قد طالب بالحصول على دبابات من تراز يبارد 2 والتي يستخدمها العديد من الحلفاء الأوروبيين قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحسين القدرة التنفسية على المدى طويل وليس فقط تقديم الدعم للشركات في قطاع التكنولوجيا الخضراء الذي تقدم فيه دول مثل الصين والولايات المتحدة لإعانات وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أضاف كريسترسون أنه يتعين على الأوروبيين بدء نقاش حقيقي حول سبل تحسين الانتاجية وتعزيز التنفسية وجذب مزيد من الشركات اعتمادا على القدرات وليس على قواعد الدعم الحكومي على المدى الطويل أعلنت ليتوانيا وقوع انفجار في شمال البلاد أحدث أضرارا بخط أنبيب الغاز أمبرغريد الذي يربط دول البلطيق ببولندا وأضحت الشركة المشغلة لخط أنبيب الغاز أن الانفجار وقع في منطقة باسفاليس مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا جراء الحادث وفقا للمعطيات الأولية أعلن معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية أن ارتفاع معدل تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا بلغى 5.2% على مدى العام 2022 بأكمله وأوضح المعهد أن ارتفاع معدل التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة مشيرا إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.9% في ديسمبر الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021 أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات البريطانية أن ناتج المحلي الأجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 1.100% في نوفمبر الماضي كما أظهرت بيانات أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.10% وأضف مكتب الأحصاء أن انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة يعد ركودا شدد رئيس الأمريكي جو بايدن على دعم بلاده لليابان في المجال الدفاعي مشيدا بتعزيز اليابان لمستويات انفاقها الدفاعي في استراتيجياتها الجديدة وخلال استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض أعرب بايدن عن شكره لكيشيدا على قياداته القوية لليابان والعمل مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات لا أعتقد أن هناك وقتم كنا أقرب إلى اليابان من هذه اللحظة نحن نقوم بتحديث تحالفنا العسكري بالبناء على الزيادة التاريخية لليابان في الانفاق الدفاعي ضمن استراتيجياتها الوطنية الجديدة اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالتحالف والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان والعمل عن كسب بشأن القضايا التقنية والاقتصادية أكد رئيس الوزراء الياباني أن استراتيجية اليابان الدفاعية الجديدة ستكون مفيدة لتحالف توكيو مع واشنطن كما لفت كيشيدا إلى أن بلاده تواجه مع الولايات المتحدة تحديات بيئية وأمنية معقدة معربة عن امتنانه لجهود واشنطن بشأن أمن المنطقة تواجه اليابان والولايات المتحدة حاليا البيئة الأمنية الأكثر تحديا وتعقيدا في التاريخ الحديث ومن أجل ضمان سلامنا والزهارنا وضمان أمننا صاغت اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وبذلك قررت اليابان تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أساسي بما في ذلك امتلاك قدرات الضربات المضادة أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية منورات عسكرية مشتركة في منطقة باجو بكوريا الجنوبية وشهدت المناورات مشاركة لواء نمر الجيش الذي تم إنشاؤه لدعم تكامل الجيش الكوري الجنوبي واستخدام تقنايات للصناعة الحديثة كما شهدت تدريبات تكتيكية للمدرعات وأخرى للفرق والفصائل توصلت التظاهرات وعمليات قطع الطرق في بيرو حيث خلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة 42 قتيلا على الأقل منذ بداية الأزمة قبل شهر وأغلق المطار المؤدي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير في إجراء احترازية بينما شويع 17 شخصا من ضحايا أعمال العنف في جنوب البلاد وتجمع متظاهرون في العاصمة ليما مطالبين باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي وإجراء انتخابات مبكرة ودع المتظاهرون إلى المشاركة بهذا التجمع رافضين سقوط ضحايا أخرين ومطالبين بنهاء ما أسموه بالديكتاتورية المدنية والعسكرية موسيقى 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 أعلن الرئيس الكولومبي انهيار جزء من جبل في شرق البلاد من دون أن يصفر عن وقوع إصابات وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الانهيار أدى إلى قطع الطريق الرئيسي للبلاد موسيقى 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 وعن أحوال الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسدى غدا السبت طقس بارد في الصباح الباكر معتدل النهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مأل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب أنحاء وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقع غدا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 انتهت نشرة التاسعة ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيدي سيد مساكي هبير مساكي الخير عليك يا أميرا أهلا بكم وشكرا لكل صناع نشرة التاسعة في القناة الأولى أستأذنكم نبدأ حلقة التاسعة النهاردة